ويظهر فيها وعد الله سبحانه وتعالى للخلق إجمعين حق يظهر فيها ربنا سبحانه وتعالى كل ما هو حق في يوم يبقى هي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور وبعدين يأتي الجزاء على الأعمال وبعدين كررت الحاقة وما أدرك ما الحاقة تفخيم شأنها تعظيم لهول الحاقة وهي الساعة اللي قلنا بتحق فيها الأمور ففناك حق يجب أن احنا نفهمه الدنيا مش لعب لازم تعرف ولا له ولا لعب ولا زينة ولا تفاخر لا في حق لازم احنا نفهمه وننقل الحق دوت لإيه يا كل أب وكل أم للي ورائك أولادك أو المرب للي وراء طب واللي كذبوا بالحاقة كذبت ها ثمود وعاد بالقارعة كان إيه تكذيب ما ينفعهمش في شيء القارعة اللي هي إيه اللي هي الحق يوم القيامة اسمي تاني ليه الحق قرعا يحصل في الحق قضية يوم القيامة قرع يعني زيادة في وصف شدة اليوم ده وبين إن هؤلاء الكاذبين دول اللي كذبوا أهملوا وطرقوا وغفلوا وازددت غفلتهم حتى وصلوا للتكذيب كان هلكم على الله يا سيد فأما ثمود يلا بقى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومه ويحصل بقى إيه حسما الأمر استقصروا تماما انتهوا ليه فترى القوم فيها صرعا هلكا كأنهم أعجاذ نخل خاوية تشبيه شفتوا الحال عامل إيه النخل خلاص بقى خاوي ومات النخل من شدة الريح يقول لك العلم من الريح دي كانت تدخل في أفواه الكافرين دول المكذبين وتخرج من أباره وهي دخلة بتقطع الأحشاء اللي جواه وتطلع من الدبر انتهى أمرهم خلاص ذهب القوم دول وثمود واللي ربنا أهلكم بالطاغية وربنا ذكر أن الطاغية دي صاعقة صواعق أهلكتهم وعاد أهلكم بالريح وربنا وصف الحال دوت حال الريح إنهم مجدوا إيه النجزو والعمل والبنيان اللي بنوه والحضارة اللي عملوها لا هل سمعت قصة سامول وعاد طيب وها سمعت وشفت اللي عمله هل ترى لهم من باقية لا والله يا رب والله لم نرى لهم من باقي والبيانات والعملات والسواريخ والطيارات وحملات الطائرات لم نرى ولم نسمع لهم كل صور القرآن بتقول كده الناس اللي كانوا من قبلهم عشان ده العزة من كان قبلكم كانوا إيه موجودين